ازاي اطلع اغنية اهلا بكم السؤال الذي حير الجميع ازاي اطلع اغنية طيب انت تمعت اغنية جميلة عجبتك الاغنية دي انت عاوز تعملها على جيتارك او على اي قالة تانية انت تحبها السؤال دي قدم هو بسيط واجابته بسيطة بس اجابته محتاجة شغل منك عشان تقدر توصل لهذه الامكانية ايه اللي انا مطلوب اعمله الاغنية لازم حللها الاول العبارة عنيه الاغنية الاغنية بتتغنى من مقام يعني الاغنية دي ليها سلم وليها طبقة صوت للمطرب ده المطرب غير المطربة غير الطفل غير صوته تخين غير الصوته رفيع ففي عندك متنوعات كتير في الموضوع ده بتتحكم في الاغنية بتاعتك دي طيب ابدأ بداية ازاي اولا احنا اتفقنا ان الموسيقى كلها بتتكون من سبع نغمات دو ري والمي والفا والسول والله والسي سبعة وبترجع تاني دو ري مي فاصل الله طب يعني لو انا عملت اي اغنية المفروض انها ما تخرجش عن نطاق السبع نوتات دول او السبع نغمات دول طيب السبع نغمات دول طبعا بيتضاف على بعضهم نغمة ديز ونغمة بيمول يعني ساعات بتبقى فيه مفتاح سود بين مفتاحين على البيانو فيه خمس مفاتيح سودة على البيانو وسبع مفاتيح بيضة فالنغمات اللي بينها نغمة سودة ده معناه ممكن نطلع كمان نص النغمة بينها وبين التانية تون كامل فممكن نطلع نص بينهم وفيه نغمة ونغمة بيبقى بينهم نص بس فمفيش بينهم حاجة تانية زي نغمة السي والدو وزي نغمة المي والفا هما دول الاربع نوة اللي عندنا في السلم الموسيقى كلها مفيش بينهم غير نص تون طب انا عرفت الكلام ده كله منينا عرفت الكلام ده كله لما درست هارموني وحللت السلم الميجر او السلم الماجير من الدو للدو عرفت المسافة ما بين الدو والري قد ايه والري والمي قد ايه والمي والفا قد ايه فعرفت ان مسافات السلم الماجير واحد واحد نص واحد 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 نص حفزتها. بمجرد ان انا معرفت المسافات ديت اقدر اعمل في من اي حتة. واحنا اخدنا قبل كده ان احنا نقدر نعمله من اي باترن. فانا عشان الجيتار المختلفة شوية عن البيانو. انا هلعب الجيتار بناء على او بناء على الشكل الايدي. انا حفزته وبيديني السلم الميجر. فانا عندي هنا خدنا دي طبعا في بتاعتنا بتاعت السلم الميجر وخدناها كمان في بتاعت الار جي تي. ممكن ابدأ برضو من الصباع الاخير اللي هو الصباع الرابع على الوطر السادس. عملت الاتنين السلم ميجر. ممكن اوصل طبعا كتيرة من السلاليم انا بختار واحد منهم انا بفضله. بختار واحد منهم انا بفضله بلعب علي. انا دايما انا وبطلع اغاني. بختار ده. عشان ده بيديني اتنين اكتاف على المسطرة بتاعت الجيتار. طيب انا هطلع اغنية دلوقتي مثلا اهو دا اللي صار بتاعت اهو دا اللي صار. اهو دا اللي صار. اهو دا اللي صار وادي اللي كان ملك شيحا ملك شيحا يتلوم علي. طيب بمجرد ما انا عملت دي. ايه علاقتها وبين الاغنية اللي انا بعملها دي. بابتدي الاول اشوف الاغنية دي اغنية حزيني شوية ولا فراحي. لو فراحي هتبقى سلم ماجر. لو الاغنية حزيني شوية هتلاقيها غالبا سلم ماينر. فده انا حسنت ان اغنية ديت ماينر. يعني مش هبدأ من الدو. ده فراحي زيادة عن النزوم يعني. طب ابدأ. ابدأ بالنغمة اللي قبلها. اهو دا لأ دي مش هيا دي. طيب. بس ايه ما نفعتش طبق. ابدأ من اللا. بس ماشي على نفس نغمات السلم بتاعي. من نفس الباترن انا عملتها. اهو دا اللي صار وادي. لا دي برا دي. طيب. اجرب واحدة بعدها. من اه كده مشت. انا ما عملتش حاجة غير ان انا عديت على نغمات السلم. لقيت نفسي. بعدي على النغمات اللي انا بعملها في الباترن بتاعتي. فالباترن حلتلي المشكلة ان انا ما بخرجش عن نطاقة الا في اطيق الحدود ساعات اللي ملحن بيحط النغمة برا السلم. فالنغم اللي برا السلم يجي انا هكتشفها لان انا عملت اللي بعدها وعملت اللي قبلها. انا لو بدأت بان انا عرفت الباترن بتاعتي وعرفت طريقة عمل سلم ميجر. خلاص انا حلت مشكلة كبيرة قوي ان انا هبتدي اضرب على السلم الميجر ده. طب انا بالنسبة لان انا ما هغنيها من هنا. ايه ده دي علي علي قوي. طيب انا لو غيرت الباترن عملتها هي هي. من سلم تاني. انا نزلت منها تون. هي هي نفس اللي انا عملته بس بالزبط عملته من حتة تانية. لسه علي علي شوية برضو فانا ممكن ان ننزل تاني. فانا كده عملتها من مكان هقدر اغني منه او المطرب اللي هيغنيها هيقدر يغنيها منه. فانا كده عرفت بالزبط المقاس بتاعي او السلم بتاعي. فانا بدأتوا من هنا عرفت السلم بتاعي. ممكن ابدأوا من اي باترن تانية انا مش مرتاح هلعب الباترن دي من هنا لان انا عندي عندي وطر السول حر. فانا هبدأ انا من نفس النقطة اللي انا بدأت منها بس بسبعة تانية فهديني بترن تانية. طيب احنا بدأتنا من هنا ايه? النغمة اللي انا بدأت فيها لغنية. سي بيمول. ان هو تاع الجيتار. فانا ادور فلسي بيمول. فانا بدأتها من هنا. او ده اللي صار وادل كان. ملك شي حق ملك شي حق اتلوم علي. حلوة قوي. طب انا دلوقتي عملت النوتة بتاعة السلم. دي اول خطوة ان انا اعمل الاغنية كاميرو دي. اعمل الاغنية كاميرو دي. طيب. اه لما هبدأ انا بالركوز بتاعي. الركوز بتاعي هنا هيبقى على الدو. الدو في السلم دوت هتبقى ايه? اللي قوي سلم اللا بيمول. لاب بيمول ماجير او فامينير. الله فامينير طب انا عرفت منيه. ما انا عرفت ان كل سلم ماجير ليه قريب سلم مينير عبارة عن تون ونص قبله. ده علم الهارموني بقى احنا بنتكلف علم الهارموني. طيب في سلم الفا مينير. اه الدو هيبقى ايه? دو ماجير ولا دو مينير? الكورد بتاع الدو بتاعي هيبقى دو ماجير ولا دو مينير? فده كل ما بركز على حتة بحيس انها نزلة مع الاقاع مع بدايات او 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 في اول المزورة بحاول اركز بكورد بدأنا بدوت اللي هو السي بيمول ممكن ابدأ بيها انا عرفت ان السلم بتاعي بتكون من نوت كل نوتة لها كورد في السلم الكورد ده مجير او منير بيتوقف على حسب السلم اسمه ايه ومكانه فين فانا معرفتي بعلم الهارموني اقدر اعرف ان السلم المجير اول نوتة في ميجر اول نوتة لو عملت لها التلات نوت اللي فوقها اه واحد تلاتة خمسة هتبقى ميجر تاني نوتة هتبقى مينر تلات نوتة مينر ربع من نوتة ميجر خمس نوتة ميجر سادس نوتة ميجر سبع نوتة في السلم الدو مجيره بتبقى الكورد بتاعها والبعد كده النمرة التمانية اللي هي اكتاف اللي هو سلم الدو هيبقى الدو ميجر برضو فانا ما هعرف ده بيسموه انك انت بتعمل للسلم هارمونيزاشن يعني بتجيب السلم وتعملو نغمات متوافقة لكل نوت منو فتعرف كل كورد في السلم اللي بيطلع واحد تلاتة خمسة واحد تلاتة خمسة هايبقى ايه? المسافات بتاعته ايه? المسافة بتكون مسافة تلتة كبيرة ومسافة تلتة صغيرة تبو بتكون بتكون من تلتة تلتة صغيرة وتلتة كبيرة. الله الله ده الموضوع كبير فالموضوع ده اه اه مش عايزك تستعجل على انك انت تطلع على الاغاني يكفي دلوقتي تدريب لودنك انك انت تطلعها من السلم كماله دي. بعد كده لما هيجي ده دروس الهارموني بتاعتنا نعمل ازاي للسلم هتبقى عارف بالزبط كل سلم الكوردز بتاعته ايه? فتقدر تكتب الكوردز بتاعت المقطوعة بتاعتك او الاغنية بتاعتك اللي انت عملتها دي مكان ما بتركز بصباعك تحط مكان النوتا كورد. فالكورد بيمثل النوتا ديت مجير مينير على حسب النوتا وعلى حسب الكورد بتاعها في السلم او في سياق المقام دوت حسب ايه? طيب آآ في مستوى اعلى من كده? آآ طبعا في مستوى اعلى من كده. يعني في مستويات مثلا لو تخيلت ان في اغنية مثلا بتبدأ كورد دو ماجير لامينير وبعدين ريمينير وصول ماجير طيب الدو ماجير دوت ممكن استبدله بدو ماجير سيفن اللامينير دوت ممكن عمله اللامينير سيفن الريمينير دوت انا استبدله بدو ماجير وصول سيفن فالغنيه هتبقى كده موسيقى بدل ما هي كانت موسيقى صريحة كده فانا هيبقى عندي ان انا ابدل وعمل كورد سيفنس والسيكس موسيقى الالحان بتاعتي او التون او الميلودي بتاعي معقد شوية مش بسيط اه بالرغم انا ما لا اعيب على البساطة ولكن كل ما كانت الموسيقى فيها عمكة اكتر كل ما انت استمتعت بيها وزاد استمتعك وانت مش عارف بتستمتع عليه فالمستمع انك انت ازاي تعمل اه حاجة اعمق شوية للمستمع من انك انت تعمل كوردات بتضيف الوان على الكورد بيسموها بيلون الكورد او بيزود كمان او امتداد للكورد فبتفتح خيال المؤلف الموسيقى في الحاجات التانية كتير فما تستعجلش على انك تعمل بتاعة السلم دلوقتي احنا هنكتفي باننا بتعزف المقطوعة بتاعتك بالسلم اللي انت عايزه ومن المقام اللي انت تظن ان المسافات بتاعة الاغنية دي ماشية مع المقام ده طبعا كل ما اه اه اعملت الاغنية من مقام واحد تقدر تنقلها في اي حتة تانية خلاص بتتحرك بنفس الحركة على نفس النوتة بس بتعملها من اقل لنص تون او تون او اتنين تون او اربعة او اعلى صوت مطربة صوت مطرب ومن هنا بتيجي وظيفة ان انا بحط الكابو على الجتار في الحتة اللي اظن ان المطرب حيغني منها لو انا عايز الناب الوضع المفتوح لو انا حبيت العب كردات الوضع المفتوح لو انا عايز النابها من اي مكان على مصطرة الجتار بنقل الكابو بس بتاعي في المقاس اللي انا عاوزه او في المكان اللي انا عاوزه من مسترة الجيتار. اتمنى ان اكون وضحت شوية من موضوع ازاي طلع اغنية. الموضوع بسيط بس مش بسيط قوي يعني. هنبدأ دلوقتي بموضوع الميلودي ان انا بجرب الميلودي بتاعي من اي باترن اي باترن من السلم الميجر احنا تعلمناها في وتعلمناها ابل كده في دروس من فصلة عن بتاعة السلم الميجر بتاعة الجيتار. جرب اي اغنية تيجي في دماغك طالما ما فهاش ربع تون هتطلع من او لها علاقة بباترن الجيتار اللي احنا تعلمناها. اي باترن فيهم. لو علمت اي باترن فيهم هتقدر تطلع اي اغنية. لان السبع نغمات بتاعة السلم موجودة في دي. وكمان كل النغمات اللي بين اه اصابع بتاعة البيانو اللي هي سودا. هتلاقيها برضو موجودة في دي بس بتلعب نقطة برة. فحاولت لجرب عشان كده ما احنا قلنا عمل السلالم بالباترن مهم يا جماعة ودراست السلالم مش بفيش حاجة اسمها سماعي. ببساطة كده اللي لازم الاول تعرف الباترن بتاعة السلالم دقيقة. وحتسهل لك يا كل حاجة بعد كده. وبعد كده لما نعدي شوية في الهارموني هتعرف ازاي كمان السلالم دي بتخليك تعمل للسلم الموسيقي. واشوفكم الحلقة الجاية. اشتركوا في القناة